موسيقى مساء نور والبركة النشرة الإخبارية من تلفزيون سما إليكم أبرز عنوينها برعاية الرئيس الأسد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية موسيقى مئات المستوطنين يؤدون تقوصا تلمودية جماعية على أبواب الأقصى وساحة البراق الدفاع الروسي تعلن تدمير عددا من الأهداف العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا خلال اليوم الماضي موسيقى برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم القوى الجوية والدفاع الجوية تم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية بمعاهدها الثلاثة الجوي الفني والملاحية وقد نابى عن السيد الرئيس في حضور الاحتفال العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العام للجيش والقوات المسلحة سيدة العماد حرس شرف جاهز للصارات الراد محمد عبدالله غاد حرس شرف حاضر موسيقى 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 صديق الهباد أستاذ بيبتل الحضر السري الراد نبي يوسف غادر حاضر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عملياتها الامنية في مدينة جاسم على امتداد 55 كم شمال غربي محافظة درعة ضد عناصر تنظيم داعش الارهابية وذكر مصدر امني لمراسل سما ان العملية الامنية تدور مواجهاتها في الحي الشمالي من مدينة جاسم واشار المصدر الى ان العملية الامنية تشهد مشاركة واسعة من ابناء محافظة درعة الذين قدموا من ريفيها الشرقي والغربية حيث استشهد ثلاثة افراد من المجموعات الاهلية التي تواجه التنظيم اثنان منهم من ابناء مدينة جاسم والثالث من مدينة طفص في حين تم القضاء على عدد من ارهابي التنظيم منذ بدء العملية حتى الان تستمر في مبنى محطة القطار بمدينة حما عملية تسوية اوضاع المطلوبين من المدنيين والعسكريين الفرين والمتخلفين عن الخدمتين الالزامية والاحتياطية وذلك وفقا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة الحمد لله رب العالمين نشكر السيد الرئيس على العافو العام وعلى القلب الكبير وفرصة ما بتتعاوض لجميع والأمور كويسة الحمد لله ما اولا بحاجة عجلي لا والله هي كل شي كل شي اي الحمد لله كلها تمام الأمور ميسرها الحمد لله والشباب كلياتهم تعاملون كتير طيب في تسهيلات اي تمام كل المواضيع وما في اي ازعج باي شي والله وجه الرسالة للناس كلياتها اللي بالشمال واللي برا سوريا بيجوا على البلد وساوي تسو يرجع على اراضيهن وعلى قراهن وعلى مدنهن ويقوموا بأعمال بأعمالهن اليومية ويرجعوا لحظنا البلد اصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل اخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مناطق مختلفة بالضفة الغربية وذكرت وسائل علامة فلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا في نابلس وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز السامة ما ادى الى اصابة عددا من الفلسطينيين بحالات اختناق واقتحمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدن طوباس والخليل وبيت لحم هسترية الاحتفال بالاعياد اليهودية تصل الى الاقصى ومحاولات الاحتلال لتهويده لا تتوقف مستبحين حرمته حاملين قرابينهم لأداء تقوصهم ورقصاتهم على هذه المشاهد استفاقت القدس المحتلة التي يعمل الاحتلال على تصفية الوجود العربي منها بتعزيز الرواية التلمودية وفرضها امرا واقعا على تاريخ القدس وجغرافيتها لطالما كان للقدس نصيب وافر من ارهاب المستوطنين الذي غطى مجمل محافظات الدفة الغربية في الايام السابقة في سابعي ايام ما يسمى عيد العرش اليهودي مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي ويؤدون طقوسهم التلمودية لكنها ليست طقوس اعياد بقدر ما تكون مناسبة ينتهزها الكيان في محاولة لاختراع علاقة مع تاريخ فلسطين ليبرر مشروعه الاستيطاني الاستعماري بالاستلاء على كامل المكان على مراحل وفيما تولى جنود الاحتلال المدججون بالسلاح والعتاد حماية المستوطنين المقتحمين للمسجد والسماح لهم باطلاق هتافات عنصرية دعت لها جماعات الهيكل المزعوم العشرات من المرابطين والمرابطات احتشدوا داخل الاقصى حيث صدحوا بالتكبيرات وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين قابلتهم قوات الاحتلال بمختلف اساليب البطش اعتداء وضربا واعتقالا اضافة لمنع المرابطين من الجلوس في ازقة البلدة القديمة وقراءة القرآن الكريم المحاولات الاسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى ليست حدثة العهد لكن المواجهات الاخيرة بين قوات الاحتلال وجموع المصلين والمقدسيين اثبتت ان الشعب الفلسطيني ثابت على ارضه مدافع عن قدسه واقصاه بالمقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة اندلعت اشتباكات بين الشرطة وشبان غضبين في حي التضامن الفقير بالعاصمة تونس في الليلة الثانية من الاحتجاجات بعد وفاة شاب متأثر بجروح اصيب بها خلال مطاردة للشرطة قبل اكثر من شهر واطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقتين تضامن والانطلاق حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة اعلنت وزارة الدفاع الروسية انها قصفت بصواريخ عالية الدقة مراكز قيادة تابعة للجيش الاوكراني وكذلك انظم انظمة الطاقة ودمرت جميع الاهداف المطلوبة وقالت الوزارة في الافادة الصحفية اليومية ان القوات الاوكرانية فقدت اكثر من 250 جنديا اثناء محاولتهم تنفيذ هجوم باتجاه منطقة كريفويروغ في مقاطعة دينيبروبيتروفاسك كذلك تم القضاء على اكثر من 40 جنديا اوكرانيا في اتجاه منطقة زاباروجي واكثر من 20 اخرين كانوا يحاولون التقدم في اتجاه كيروفاسك التابعة لجمهورية دونتسيك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف قتل 50 جنديا اوكرانيا على الاقل كانوا يحاولون التقدم باتجاه منطقة كوبيانسك بالاضافة الى ذلك تمكنت الدفاع الجوية الروسية من اسقاط 11 طائرة دون طيار واعتراض ثمانية صواريخ من نوع هامارس وتدمير خمس مستودعات للأسلحة في مناطق مختلفة وجه الرئيس الامريكي جو بايدن بتخصيص 725 مليون دولار اضافية لتقديم المساعدات العسكرية لاوكرانيا في حين اعلنت قناة فوكس نيوز الامريكية ان واشنطن تقترب من فقدان قدراتها على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية الى اوكرانيا ينير الرئيس الامريكي الاشارة الخضراء الخارجية انتوني بلانكن من خلال منحه صلاحيات جديدة لتخصيص ما تصل قيمته الاجمالية ل725 مليون دولار من المنتجات الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع الامريكية والتدريب العسكري كل ذلك لغرض مساعدة اوكرانيا المساعدة هذه تهدف الى تعزيز دفاع البلاد في الامدين المتوسط والطويل وفقا للدفاع الامريكية التي اوضحت ان حزمة المساعدات الجديدة تتضمن 18 نظاما لراجمات الصواريخ من طرازه مارس و150 عربة هامفي مصفحة و150 آلية لنقل السلاح ورادارات وانظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة وفي الوقت الذي اشار فيه البنتاجون الى ان اجمالية حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف وصل الى 18.3 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط الماضي اعلنت قناة فوكس نيوز نقلا عن خبراء ان واشنطن تقترب من فقدان قدراتها على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية الى اوكرانيا وسيتعين عليها قريبا خفض حجم امدادات الاسلحة الى كييف الحديث هنا بالطبع يدور حول راجماته مارس ومدافع الهاوتسر M777 ومنظومات جيف لين المضادة للدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة ستينجر وفي هذه الحالة ينبغي على واشنطن ان تتحول الى توريد انظمة اسلحة اكثر بساطة او شراء معدات من الاخرين حسب مصرح كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مؤكدا ان الوضع لن يكون كما كان من قبل بالاضافة الى ذلك يعتبر بعض الخبراء ان هناك مراجعة للوضع الحالي في الادارة الامريكية التي تريد وقف الزيادة في التوتر هناك لغاية في نفس يعطوب الى عنوين هذه المشرة برعاية الرئيس الاسد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات الجوية مئات المستوطنين يؤدون تقوصا تلمودية جماعية على ابواب الاقصى وساحة البراق الدفاع الروسية تعلن تدمير عددا من الاهداف العسكرية وانظمة الطاقة في اوكرانيا خلال اليوم الماضي شكرا لكرم المتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة